زون ميكس نمرو تسعة داليمة اي داليمة روزاريو روزاريو داليمة دونك من الول نكتب عليك نقولك ما نفرحش كرا نجوم كبار من بعد بشوية بشوية تولي 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 اصحاب انت وياهم معانيا تولي فاما مشيرتان انتيميتي وتفاما تقارب وتكتشف ربما جانب اخر كل سواء بهي ولا ولا خايب يعني فاما نجوم فمشت حاجة قاعدت في بالك مع نجم معالمي هكا قاعدت في بالك حاجة قاعدت في بالي حاجة قاعدت في بالي مثلا قولي اشتيلي كيلي هو كان مليعبي كبير وكان حتى في الريال درب الريال في وقت من الاوقات الماني وسعيب وشخصيته كيسحة شوية معانيا وصلت ضحكت ومره في ماتش ويذوري تصفيت ميضحكش ميضحكش ودايور قال هيلي من بعد قال لي معانيا وصلت ضحكتني انسيت وقتها بالضبط شنية اللي صارة ما نذكر نذكر اللي حكينا من بعده قال لي قال لي نجحت انك ضحكني في ترح المانيا تركيا يظهر لي وقت حكينا على حكاية الملعبية لتراك المهاجرين في 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 المانيا ولي كان من بينهم لعبين في المنتخب الالماني ابرزهم مسعود مسعود اوزيل وقتا نذكر في تصفية امم اوروبا يظهر لي الفينو الفينو واثناش يذوري ادى تصفية امم اوروبا الفينو الفينو واثناش شي نونك هذيك حاجة من الحاجة قداش متعدد التجربة في 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 البيين في البيين تقريبا بين الجزيرة او البيين بين الجزيرة تسعة سنوات تسعة سنوات باي شنو اصال باش انتهيت انتهيت وفي التعاقدة كهو معنا احنا ما ماكتعرف ديما العقد سانوي يتجدد في النهاية اي طرف بيمكانه ان يعلم طرف المقابل قبل شهرين من انتهاء العقد على انه باش يجدد ولا باش يلغي التعاقد واللي صار وقته صار ازمة اقتصادية كبيرة ما ماكتعرف ومن بعد جات الجائحة متاع الكورونا اللي كانت سبب في انه البيين تكون مرغمة مرغمة على اخلاء سبيل بعض موظفيها ومن ابراجهم المقدمين والمدعين الى جانب سياسة اخرى تنتهجها للقناة مايخفاكش اسلام انه فما الكثير الان من المقدمين البرامج القطريين معنى اولاد البلد لي هما دي ما عندهم الاولوية باش يشتغلوا في مؤسسة قطرية بالتالي لازم تخليلهم مكان وفي النهاية باش يجي في راس الاجنبي من دون شك علش الاختيار عليكم انتوما بالذات المجموعة عليك فان انتي معز بولاحية شوين يخفا حتى مو المحلين حسام الحاج عليك كيف والله هي اختيار الادارة احنا مطلبناش تبرير من كذبش عليك معنى في النهاية احنا كل واحد يخدم منتظر وعارف على شن هو قادم بش يجي نهار فما لي كان مستعد فما لي كان مش مستعد فما لي قبل القرار بصدر حب فما لي لا احنا في النهاية تجربتنا كانت ثرية كسواء على المستوى الانساني ولا المستوى المهني ولا حتى على المستوى المادي حتى حد ما ينكر اللي كانت تجربة ثرية برشا واستفدنا منها سواء كان مهنيا ولا ماديا واي تجربة با عندها بداية بش يكون عندها نهاية النهاية كانت بالنسبة لينا في 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 نظرينا و و في اللي صار لينا معناه ما غير مشاكل اه معناها ماديا تفاج اقبلت والله من اول انتفاجأت بش نكذب بش نكذب بش نكذب انتفاجأت بطبيعة تفاجأت من الول ما اه انا معنى نحكي على بديع بن جمعة في في تفكيري معنى كنت منتظرها لانه بشي جي نهار بش تنتهي ومن كذبش عليك انا بدي اصر تم اموم يعني في السنوات الاخرانية مش من القناة معني انا بني بنروحي وحتى كعائلة وكواحد الغربة بدت ولو اني مش غربة مية في المية احنا في دولة عربية نعيش ورمضان كما تونس ونعيش و العياد و المناسبات كما تونس اما بعيد على الوالد والوالد اراهم شهر في العام ساعات جمعتين في العام لانه زوجتي جزارية ساعات نضطر اني نقسم عطلتي بين تونس والجزائر حتى ولادي معني ما شبعوش بيون برشا الوالد والوالدة قعدتلي هذي كن كل مرة نقول ايا يزي العام هذي ويزي جيت بطبيعتها ربما ما كانتش في التوقيت اللي انا محضر له لكن في النهاية ماك تعرف معناها كيجيك ظرف لابد انك تتصرف معه ولابد انك تلقى حلول بديلة زو ما لئكم التوينسة اللي غادي وقفوا معاكم وانا ما عندهم ما يعمل معنا اي اكيد اكيد معنا نحيي بالمناسبة برشا زملاء من بينهم عبدالعزيز الحمروني اللي مزال منتج في البيئين هيثم الغربية حسام زغدان وغيرهم الناس اللي مزالوا يخدموا التوى هشام الخلصي زادة كيف كيف اللي ديما يطلب ويسأل مهيب بن شويخة كيف كيف اللي مزال زادة وصديق عزيز وقراب برشا نحكيه ديما مع بعضنا يعني لولاد الكل الحقيقة في معظمهم مش منقولش الكل 100% يعلىقل 70% من اللي نعرفهم أنا آآ كانوا بينظفرين الرجال معنا هي فم فم اكيد موجود سكون لا اكيد ما نجمش نسميلي كما يعرف رواحهم هما ليسأل يعرف ولي ما سألش يعرف كنتو صحاب علاقتكم باه ام هاي لا علاقتي طيبة بالنس كل ما عنديش مشاكل ما هتحد بالعكس معنا ما ماش متكونش مدينة الفارض لا لا ماش مدينة الفارض هني قلتلك مغير ما نسميهم ما كيد هم يعرفوا روايكم خطر يتقال الجاو بين التوينسة موش ولا بود درادي لا والله انا نحكي اللي عندي علاقة خطر مو فما توينسة اللي تعرفهم متاع صحة صحة ولو زملاء وتخدموا مع بعضكم فما ناس اللي تربتك بهم علاقات متاع صداقك كسوها نتقابلوا في في اماكن عامة بعدين في مقهى ولا حاجة ولا اللي تولي فما نوع من الزيارات العائلية وتبادل يعني دعوات سواء كان العشاء ولا الفطور والي هو مشكون هيدو مثلا كما سميتلك تهوى عبدالعزيز هايثم الغربي حسام رشاد بوبكري برشا ولاد معناها مانيش نحكي لك فقط صحفين فما معناها تقنين زادة كيف متميزين يعني وفما من قناوات الاخرين ملكيس كيف كيف عنا علاقات كبيرة مع سهيل بن عمر سراع اجيل لا بالعكس انا والله عاونوني برشا مثلا هشام انا عاوني برشا في البدايات معناها بعد قتلك الاستوديو هذيك كنت موجود اه قار في في استوديو دوري ابطال اوروبا اللي كان يقدموا وقتها هشام الخالسي والاخذر واي من جادة بالتداول وانا كنت عندي فقرة يوميا في بداية الاستوديو وفي نهاية الاستوديو اللي كانت بالنسبة المذيع جه جديد صحيح معناها كان بين ظفرين تتحسد عليهم مكان كمان هذك انا عاوني في هذا طاهر بن عمر كيف كيف زادة منساش اللي يبقى من صحفين المميزين واللي هو موجود تو في تونس وعنده مشروع اعلامي زادة ان شاء الله ان شاء الله يتوفق فيه وان شاء الله ينجح ينجح في تحقيقه كان من الناس اللي عاونتني برشا لاني ما خدمتش انا فوتبول بركة كيت لا عطرة من الحاجات ربما بش ما نقولش الوحيدة ما من بين القلق اللي في في الجزيرة وفي البيين خدمت فوتبول خدمت هوند خدمت بسكتبول خدمت ام بي اي خدمت الالعاب الاولمبية الالعاب الاسيوية يعني اه تانيس مختلف رياضات تقريبا كان سبور ميكانيك اللي خفت محبتش ندخل له معنى او اسألتك على علاقات غادي بدي خاتم فلا شهاب الويسي اللي هو صديقك ونواجه له تحية امم في تصريح لي اقبل في اخر خبر اه اولاين قال ما فماش جو بيه بين التوينسا كان فان برشا عارك قال اعكس من هكا قال توينسا مشوولين لو احد يقول كلمة خير في الاخر غادي انا ما قلش كلمة خيراني قلت فيهم كلمة خير الكل معنى انا شخصيا معنى بش نحكي على التجربة بتاتر شير بتجربته تختلف على التجربة اللي عيشتها انا اما انا في تجربتي انا وفي الناس اللي خلطتهم ولي احتكيت بهم معنى فما الناس ينجم يكون حتى من نظرة تحس ما فماش في لينك ما تعداش في لينك فماش كامستري ما ما نتواصلش معها فقط تبقى السلام شنحوالك لاباش نحوال العائلة وانتهي الموضوع معنى اما الناس اللي دخلت معاهم في علاقات مصرت ليش الحقيقة مشاكل حتى في النهاية اذا كان اتقطعت العلاقة مش بسبب مشكلة بسبب بعد ربما بسبب ربما ظروف عائلية كل واحد مكتعرف تو كي ما قلو احنا كل فوليه في نوارو كل واحد عنده مشاكل الخاصة بالتالي تخليك ربما ما تكونش على تواصل كبير مع البعض ما في اغلبهم هاني سميتلك معنى نزار لكحة المهيب بنشويخة هيش نوف الباشي نسيتو سمحني نسلم علي برشة زاد النوفي الصديق عزيز علي عبدالعزيز الحمروني هيثم الغربي ويسمحوني اللي نسيت معنى مجموعة مجموعة كبيرة حاتم الشريف زادة كيف كيف اللي كان المسؤول على قسم المعلومات واللي مدنا بالمعلومات الخاصة بالمباريات الرياضية لانه قبل المباريات مكتعرف لابد الاعداد احصائيات وغيره باش تعاونك برشة في تحليل المباريات يعني كانت مجموعة كبيرة متاع الولاد وكي ما قلت لك في قناة الكيس فما برشة وليت زادة سهيل بنعمر سامي الشلغمي ناديم حمدي محجوب بالهمامي يرحمك قبل ما يتوفى ولي كان صديق مقرب جدا ليانا شي هي بزادة في نفس التصريح قال فما ترتيب ما يتحركش تدخل البيين في ترتيب معاين فلين قبلك ويقعد قبلك هاي هذا صحيح اكيد ضرني برشة كنت نجم تتجاوز دي ما يقعد ويغزل John اي 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 Thereoh وللأسف مش على الجانب المهن يبرك يحكم فيها Season معناية جانب علاقات هني قلت لي لك بحكم انا حتى في علاقاتي ما كانتش عندي برشة علاقات ما كنتش نعمل يا اصحابي شدد معناية جاري المالي كانوا اصحابي في مناظ يعني يقعدوا العلاقات مع بعض العلاقات ليا انا في ناظري انا كانوا، كانوا في المستوي وكانوا ينتحقوا علاقات وكونوا من بين المقربين لي بالتالي انتي كتشوف الشاشة تاو المدة عشرين وثلاثين سنة وهذا متفهم ربما نشوفوه حتى في القناوة العالمية انو صعيب بش تغير الاسماء الكبيرة الموجودة لكن تعرف في السبار ديما لابد منضخ دماء جديدة انسح التعبير يعني ها طو قلبت بالعربية الفصحة نحكي تاو انتي جمعية مثلا كما النادي الافريقي ولا الترجي بشكون لوستاتور فيها مثلا خمسة لعبين قدم وبش يبدأ كل مرة يزلق اللاعب جديد بش يدخل في الجو اللاعب الصغير هذك مش في قد لاعب صغير اذا تميز لابده تعطيه دفعة وتعاون وهي للأسف فاي صحيح من الحاجات اللي ربما ما خدمتنيش فيها الظروف اني ما ما حاولت نقدم في الكلاسماء والحقيقة اخذيت بعض حاجات شكو اللول في الكلاسماء والله يمفهميش كو اللول لما مجموعة مجموعة ليه مجموعة ليه هما تحبوا لتكره اساذ انا بالنسبة لينك تقولي اي من جادة ولا هشام الخلسي ولا لاخذر بالريش كنت نتفرش فيهم وانا صغير معنى حتى فارق السن معنى الدوب المتاع عمري تقريبا يعني بالتالي سعيب انك تتجاوزهم هما موجودين معنى فهمت ولو انه البعض منهم كان يعاون برشة بالكلمة الباهية هشام يعاون برشة معنى كان كي نعمل بلاتو يقول لي يعطيك الصحة لاخذر بالريش زادة كيف كيف كان يقول لي خالد ياسين كان من ناس لي كي نعمل بلاتو باهز تليفون ويكلمني ويقول لي معنى انذكر وقت عملنا برنامج اسمه العالم كورة واللي كان الباز متاعه استضافة نجوم عالميين يعني جبنا لويسا ها ميكيل سلفستر فابيو كنفار وزولا آآ اندي كول آآ هادوما الكل عملت معهم حوارات آآ فردية في وسط برنامج يغطي آآ كل الحقوق والدوريات اللي اللي تمر على شاشة من الالبيئين كان وقتها وطلب حتى وقتها من الادارة ان يكون معهم وقتها في اللايقا يعني انكون مذيع ثالث معا لاخذر وخالد ياسين لكن وقتها للاسف لأسباب ربما انا نجهلها ماتمكنش ان يكون معهم في التخطيب الوجهة وينتو؟ والله مابدا ايه الوجهة محلية مابدا ايه مابدا ايه انا مابدا ايه انا مكذبش عليكي ما قلت لكم الغربة مرغم فما تو بعض الاتصالات وكل برا ما انا جبت للتونس اكثر اولا جاوك عدود من برا جاو موجودين لا لا فما فما اتصالات فما في الخليج وفما حتى من دول اخرى اخرى ما مناجبش نعطيك خاطر مش فيهم قناة واحدة مش نعطيك الدولة مش نعطيك ايه ايه تسميت مو خليوها بصوت الربي احنا فهمت ايه اما توى مبدئيا البريوريتي وقاعد نخدم على برو جيه بش نكذب عليك قاعد نخدم على برو جيه اوالي كلام اللي خرج ولي سمعت وانا فما حاجة في كرتاج بلوس ان شاء الله ان شاء الله يرى يرى النور قعدنا مع سلاسعة خذر اللي انواجه له تحية بالمناسبة اللي هو اه مدير قناة كرتاج بلوس اللي اه بش يعطينا اه توقيت بش نعملو فيها حصة الرياضية اللي راوها احنا مختلفة عالموجود اه في المشهد الرياضي اه تولي ولي اه معناها نتصور في تصوريين وفي تصور مجموعة اللي معايا ومنهم شي برويسي اللي نحقيه ازا ده بالمناسبة كما كمنتج ومعدل للبرنامج هذي بش يمثل ربما ماقولوش نقلة اما بش يمثل مفاجئة ان شاء الله تكون سارة ان شاء الله تكون سارة اعطينا الى محار اناين فكروا شوي هك هان يقوتلك بتشوف ربما اسماء اخرى بفي شكل جديد باي اه شكون بش كنوا معاك مانجمش تقولك هال ناجميكون معايا اسلام المهذب اللي تعرفو انتي في اكس بريس اما شوفو في شكل مغاير ما هوش اسلام المهذب اللي تسمعه في اكس بريس مانجموش ناخدوا حاط شي انتوى لا هان يقوتك ان شاء الله يش مزيل ان شاء الله ان شاء الله كان دي سي اقل من من شهر ان شاء الله نبدأوا ان شاء الله اخترتوا النهار بش تاخد مو فيها؟ اخترنا النهار الليوم؟ خليه نهارتونا انا قتلك عليها البر ابا ما خليه تو يجي خليه مو فاجأ امم بش تغربوا باي على أقل اعطيني نهار الثنين ولا لا بش تكونوا في المنافسة مع التاسعة ولا تونسنا لدينا عندهم نهار الثنين ولا بش تغربوا نهاري واحد اخر اهاو بش نجاوبك بطريقة اخرى حتى كان كنا نهار الثنين رانا ملمش بكونوا في منافسة مع حتى حد خلتبش نلعبو في ملعب مغاير اش قولك فيها ليزا؟ بش تاخد مو فن بش تاخد مو فن ايه ينجب يكون ينجب يكون ينجب ينجب بيه آآ جامعيتك بدية آآ جامعيتي بش المنتخب الوطني عرف با كله ليه جامعيتي ايه لست قول تعرف جامعيتك اللي هي ترجي ريفي تونسي عليش اخترت تفصح على البرشة ما افسحت شان عمري ما قلت جيب لي تصريح انا قلت فيها انا نحب الترجي ونحب الفريق يما ما حطي مكم في تدوينيتك ولا حاجة معروفة مكشخ معناه بطريقة مباشرة را عطي لي جيب لي اي تدوين اقلت فيها انا نحب الترجي ما عمري ما عليش تلسقى فيك اللي انت مكشخ والله يشرفني انترسق فيه نحب الترجي ولا نحب الافريقي ولا النجم ولا ولا سفيق شيخ زري خلت تفهمه في حاجة احنا كعلميين رياضيين من الصغرى اللي تكون اكاديميين ولا المتكونش عليش يحب الاعلم الرياضي ولا عليش يحب تلفز او الراديو خاطر يحب الكورة بيحب الكورة معناه يحب جمعية انا بش افوتك بالاحديث انت قلت لي تاو الترجي برشا يعرضوني في الشرع يقول لي اشنا عاملة جمعية يقصد في النادي الافريقي خاطر البساج متاعي في نسمة كانت تذكر معناه كنت نعلق على مباريات الافريقي وقته مع الزمالة كل هلال السوداني وفي اليناف كانت اه ذكريات حلوة برشة زادة جمعتني مع سامير الناجم انت تقول لي من خيال كتاباتك بعض الصور اللي اللي عندك ممكن ظاهر ايه. اما هذي كان تقعد ديما في مجال ضيق لي هو شخصي في تصورينا عالسوشال ميديا. ما بتوش معناها في في تلفزة ولا طلعت في في بلاتو ليبس مريول معناها. جميع تشوفني حتى كان نحب ما نعرش نحب اليوفي نموت على اليوفي. اما اليوم اليوفي معناها فيها مشاكل و و مدرب ما هوش في المستوي و مجموعة صعيب انها تحق دوري ابطال اوروبا عرف لي مش نكون اول منتقدين. كيما وقت اللي نهرت لي تستحق بش تتشكر مش على خاطرينينا نحبها ما نشكر هيش بش ما نظهرش. نشكرها. يعني في النهاية اه اه خط رفيع بين انك اه اه تحافظ على مصداقيتك وانك اه 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 معناها اه ترضي اه اه كفيش يقولوها مو يوليتك الرياضية. انا الحمدولله مع بعض تجربة قصيرة نسبيا اه ونعتبرها محترمة. الناجم نقول لك اللي الناجم نوفق بين الاثنين. الناجم نحط انتمائي على جنب. اه. نحي المريول كي نبدأ نتفرج. وكي ندخل اللي البلاتود. اه. مريول الجماعية مخطة. اه. اه. نحكي شوي على المشهد الرياضي في تونس. شكالك في الاحهد الرياضي في نسخة زمين لك اللي كان في كوينسبول. اه معز بولحي. تحسن مقارنة بالموسم الماضي ما لا شك فيه. ملاحيت شنو? اه شكلا تحسن تحسن برشة شكلا معنى حتى. الظو. الظو المقدم حتى التقارير بعض بعض التقارير فما اللي تحسنت. ولو انو انا ضد التخلي نهائيا على التقارير اللي كانت قبل ما اكتعرف. احنا نستلجيك. توكي تنحيلهم وتبدللهم. يجي يقول لك نحاب نرجع نسمع. اه. اه. مثلا حمودة بن سليم وبطريق التعليق وعلى المباريات. لي واللي تحبوا لتكره السينياتورو متع لحد الرياضي. انا اللي نعيبه على لحد الرياضي اولا طول الحصة. ثلاثة ساعات تحكي على رابطة المحترفة الاولى. بالنسبة لي انا طويلة برشة خاصة في ليلة تحد نهر اثنين الناس تصبح تخدم. انا في اعتباري انا لحد الرياضي. لابد انه يرجع لحد الرياضي متاع بكلي. لابد انه يرجع يغطي فوتبول ويغطي كورت يده. اولا طول عملوا ايه. عملوا حصة اخرى براموه على الرياضة. ولو ولو. ما لما عادش لحد الرياضي لحد الكرة وين رجعوه. اه. تحس فما بصمة البيين. اه. فين فين حسيتها? كين حسيتها بتبع? والله ما نكذبش عليك. اه بصمة البيين بيتر اه نحسها كي نشوف معز فقط معنا على الشاشة. لانو خلينا تفهموا. معز ما يختلفش اثنين انو مذ اه. باهي وعنده تجربة ثارية وكبيرة. ما المشكلة متاع الحد الرياضي. ماش مقتصرة على مقدم البرنامج. مالاوينة. يعني البروديكشن كاملة الاعداد والتصور متاع الحد الرياضي يزموا يكون هو اللي 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 يتماشى مع البروفيل متاع المقدم. انا رأيها مجازين لازم اتقعد مجازين دا فورماسيون سبورتيف هديها متاع بشوالي ثلاثة واربعة يحلوا في ماتشكورة وموفيولة. تشوف معناها ديفي تي ايه. تذكرش التجربة اللي اعملها مهدي كتو. وقالد حسن. في في التاسع. انا بالنسبة لييني هذك احسن فورما متاع حد الرياض. تك تك فيس عفيزة. ايه كرون كبير. خاطر انا. نهارت لحد قتلك. وفهم مباريات اخرى. وفهم عبيت تتفرش في مباريات اوروبية وتلقى هاتزابي. اعطيني اخوي الانفورماسيون سبورتيف. ونهارت اثنين ولا تلاثة ولا الاربعة. اعمل ديبام بتاعك. فورما واحد اخر مختلف المشكلة. لحد الرياضي يضيع خطوته. هابش قولك بالرسمي. يضيع خطوته وجاي تبع في خطوة الاخرين. هو وقت يش تغير وصار بالشكل الحالي. صار له سنوات. معه بداية تجربة بالمكشوف في حنا بعد. ولا لحد الرياضي يحب يقرب من بالمكشوف. لحد الرياضي يا حد الرياضي. وبالمكشوف بالمكشوف. برنامج حواري حواري وبرنامج اخباري رياضي يزمو يقعد برنامج اخباري رياضي. في وقت اسمك كلمة روح فلا حد الرياضي. اي في في 2019. والله مكتبش المكتوب اسلام. توصلنا وقته حتى مع نيس الميجري اللي نحييه ونس حكيت على حد الرياضي في الصيغة هذية. وكان هو بيدو. قال لي ملا نعملوا حسة اخرى نهارة ثلاثة ولا نهارة الاربع حوارية. قتلوا نمشيوا فيها. وكلم بعد. آآآ مكتبش المكتوب. معنا ما اتفقناش في النهاية. ما اتفقناش في النهاية. لا لا مش فلوس. والله لا لا. ما حكيناش اصلا. ما وصلناش نحكيه في الفلوس. معنا يحكي. ما هوين نقط الخلاف كانت. هني قتلك هو مثلا انه هما يحبوا المجموعة الموجودة ما يجيش عليهم عبد دخيل من برة. وانا في ت صوري انا مثلا مش جي مقدم من خارج الكور. من خارج جسد التلفزة الوطنية. من حقي كمقدم يكون معايا مثلا منتج ولا معد للبرنامج. يكون معايا يقسمني نفس الافكار باش في النهاية لانه المقدم. مقدم البرنامج هو مساعد للمعد. انا ضد انه يكون اعداد وتقديم. لانه حتى واحد تريجي الاردي ما كانش يعمل على اعداد وتقديم. اعداد وتقديم. المعد معد. يزمو بروفيل معين. يزمو باكراوند. معين. يزمو سنوات خبرة معينة. والمقدم ينجم يكون عمرو تسعة تاشنة سنة متميز على المستوى التقديم. لكن على المستوى المحتوى ما هوش ما هوش صانع محتوى. ما عندوش فكر ما عندوش آآ تجربة ثارية. تخولو باش يكون معد للبرنامج في حجم الحد الرياضي. باي. آآ برنامج تلس عاسبول. شنو رايك? والله يمن تفرش فيه نتفرش ساعات في دي سيكونس بتاع السيمير السليمي خطر تجمعني بيه علاقة اخوة مستسلق. شكو. سيمير. لا نت نتفرش في اللي باسات ساعات متاع وي. كم سيمير تتفرش فيه. جنرالمون اللي يجيوا قدامي. وساعات آآ ما نكذبش عليك. خلطت مثلا تقريب اسبوعين ثلاثة التالية عملوا الدبام بتاع الهوند. آآ في اللخر. وشفت مرة متاع التاليفون بتاع عبدالسلام اليونسي هذك اللي قاعد دول. عليش ما تفرش فيه. أكثر من ساعة. ما نكذبش عليك. أنا مثلا توفي الحلقة هذك متاع عبدالسلام اليونسي. درج وما نجمش كامل نتفرش. عليش. خاطر بالنسبة لي اينا هنا هاتف. في التالفزة. في التالفزة. ما يزموش يتجاوز وخيختين ثلاثة دقايق. ساعة واربوع بش تقول لي انتي بوركريل بوز بش لعبية تتفرش بيك. حاجة اخرى ما نحكي توكا ما نتوهش اعلامي. نحكي مهنيا. ما ليش نحكي اي. تقنيا. ما هوش مقبول. وزيد في اللخر في النهاية المستضيف اللي جبتوا انتي في الهاتف. ما عطاك حد شي. ما خرشت بنو بحد شي. بالعكس شفت هجمة على الرئيس آآ نادي الافريقي السابق. آ� وحتى الاسئلة اللي لازمها تتطرح. ما اتطرحتش. لانه وقته كان الموضوع على مدى قانونية القرار اللي اتخذته الجامعة من عدمه. المفروض كان فمش يكون مخول ويحكي في القوانين ويوضح زاوية الرؤية المقابلة. قعدنا في زاوية ضيقة شادينا الرئيس السابق وقعدنا نحاول بيه طريقة. ما عشت تكشو البرنامج. الحقيقة ليه ما نكذبش عليك. مقدم برنامج عادل بوهلية. فرشت شوية في بريود الكان. بريود الكان وقته عاملوا لزيميسيون كل ي ماش خايبة بيه. مقدم البرنامج عادل بوهلية. شنو الايك فيه. ولا هنقول لك ما تفرش برشة. ما تفرش بالقدير. معنى بش اما عادل تباركال لتاو سنين عندو خبرة كبيرة في البرامجة الرياضية من حنى باعل التاسع عندو اسلوبو اللي قد تروق للبعض وقد لا تعجب البعض الاخر يعني في النهاية. وانتي كنت معلق في التعليق شكون شكون اللي يلوق لك. في ولادنا معنى هاتوينسة. انا نوفل نحبه برشة. نوفل بشي. بالرغم منو مش 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 ميخذ حظ و كما يجب بخطر فيه تصور اينا. خاتر صاحبك. لا والله لا والله قبل من ولي وصحاب دايور أنا قلت هلو من اول ما 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 تعرفنا نوفل معناه نذكر ماللي في تونس. وتذكروا علق على الدربية الشهير بتاع بو كونج. ماي. ووقتا عملوه حتى في في الهواتف. في الهواتف. اي جمهيرندا فريقيا عملوه. صوته خمت صوته ساعة مايش موجودة في البليس الكل يعني. فعfour. وأولا تعدى بتجربة اذاعية ثارية جدا تعرف تعليق في الاذاعة اصعب برشة من التعليق في في الف في التلفزة لانه بيش تجمع بين الوصف والتعليق لازمك توصف اللي مايشوفوش المستمع وتزيد تتعلق عليه بيش تثري وتقدم الإضافة لللي يسمع فيك تجربة ونصورها حلوة برشة في البيت بين رقوف وعيسام شكون تختار؟ لا عيسام عيسام يا عشبك عيسام نحبو برشة عيسام في تونس في المحليين شكون تسمع في التعليق؟ شكون يا ربي سمعت اخر مرة؟ فما في الوطنية فل صغير سمعت والله من عرش جسم ترسم جديد؟ الي إيس بن سالح حكا؟ يظهر لي جديد ما عندوش برشة معلقش برشة هو ظالي فما وجه برشة جدد اي فما واحد صوت جديد سمعت وعندو خامة صوت جيدة وما يتفلسفش بلغتنا احنا معناها خطر تحب ولا تكره توا الله يهديهم رقوف وعيسام وغيرهم المعلقين العرب اللي اثروا على الجيل الجديد وليهم عتش فما معلقين فما مقلدين للمعلقين هو الزم مثلك اليس خاطر انا بدي اعجبني عندو تخلص وعندو شخصية هما شنويزم ويستحفظ ويخلي شخصية ومحاوليش يتأثر بالنس الاخرى بالنسبة للمدوصية القديمة مثلاً عبدالرحمد العش، توفيق العبيدي، شنو إليك؟ اه... توفيق ولا هي أنا يظهر لي ظامر. والله بالحق والله. والله في وقت من الأوقات وقلت على سبيل الموزاة حتى قاعدين في جلسة هيك متع أصدقاء، قلت لهم كان جيت هنا وقتها مدير بتاع الجزيرة الرياضية نهائي كاس العالم 2014، على صوتية أخرى نحط توفيق العبيدي يعلق. عليش؟ يعطيك جو آخر حاجة أخرى ستيل وحدة أخر بتاع معلم، بتاع تعليق، موش تعليق. ماذا هو فوقيه هو يقول لظامه و معلقه؟ لا عنده ضمار عنده شوية ضمار في تعليقه بالحق عنده شوية ضمار في تعليقه انتي يسترجع توا شوف الفيديوهات نذكر حتى فهمه صفحات فيسبوكية خاصة قسوله فيها بعض التعليقات ربما هو ما يقصدهيش لكن هنا في نظري انا أحسن من صراخ بعض المعلقين معنى على الأقل هو كان يخرجك شوية من جو المباراة زوجتك تزيريه تعالف عليها في قناة نزمة براموة بديع مازلت في الميدان لمعاتش؟ مازلت في منتجة في قناة الكيس هي معدد برامج يعني وعندها برنامج يومي ثنتين ونصف اللي هو برنامج محوري في برمجة قناة الكيس وعندها تجربة ثارية هي قبليانة دخلة ميدان الإعلام من بداية الألفين في التارزة الجزائرية كان عندهم برنامج صراحة راحة اللي هو برنامج كان ذاقع السيت اللي بعد اخذيو عليه في تونس وقلدو عليه وعملوا برنامج صراحة راحة كانت تقدمه هي وعملت تجارب أخرى في التلفزيون الوطني الجزائري لأنه مكتعرف دخلت في ما راحنا لاحقة تقريبا في آخر موفة 2010 ومبعد خدمت معانا في نسمة وهي بالأساس زادة صحفية في صحفة المكتوبة خدمت في برشة جرايد جزائرية وبعد كتب المكتوب كيتعرفنا في قناة نسمة اللي بش بش انت هزيت ولا هي رجلتك غادي؟ الوين؟ قطر لا انا اسبقت وهي خلطت عليها واضح طوانا خليت هي غادي ونجيد باديا احنا تفهمنا حتى الأربع نستغسم حك في بعض الدقائق عنا مجموعة من الفقرات نحبوا نعملوهم معك باديا البداية اولي لبريك لوكويس لوكويس تلت الحسا ديبلوماسي برشة خليتك للعب على راحتك محبيش استميلي اسامي طوب استميلي اسامي فيسع فيسع ترهيت كنت اعتبر اليوم افضل مقدم برامش في تونس؟ تونسي معناه معزبا غربية احسن مقدم برامش خارج تونس خارج تونس؟ عربي يعني او اجنبي؟ تونسي يخدم خارج تونس هشام الخلصي احسن معلق تونسي يخدم في تونس اللي قتلك عليها الياس اللي اسماعت ولمرفات احسن معلق تونسي خارج تونس أخذر لي عصام شوالي كما قلت لك ونوفل بيشي خاطر في نظري أنا يستحق مكان أفضل برشا ملي عنده طوي بيش كنت عتقبل اليوم أحصل لاعب تونسي حالياً؟ أه أه إذا نحكيه على الظرف الأخراني أي طوي أه لاعب مارسيليا الخاوي سيف الدين الخاوي أفضل لاعب في تاريخ تونس أنا أخذر لي ملي إخلطت عليه باه لا لا خانت فهم مفهمش في التاريخ أنا بالنسبة لي أنا نحكيه بالحقبة يعني كل 20 سنة لابد فهم ملاع إنه نجم نعمل كمباريزون بني أي في العشرين سنة الأخرانين يوسف المساكني حد حد ما يختلف في العشرين اللي قبلهم عيدي الحمروني في العشرين اللي قبلهم طرق ذيب وفي اللي قبلهم واللي أنا مخلطش عليهم ما شفتوش أما حكاولي علي برشا طهر الشي باي باش نبين طرق عيدي ولمساكني شكونت اختار أنا اللي تفرشت فيه وشبعت به عيدي أخويا عيدي ومالورزمون ما عملش كاريير كبيرة برشا مالورزمون تلي فهم كاشخين صدفة؟ لا والله صدفة لا علي يوسف وولد ستار عيدي وولد جابس طرق بيب وولداريانا وقتلك الطهر الشي بلينا ما شفتوش أما سمعت عني برش ما لنت أحيت ورديك السؤنية لا والله لا والله لا ريت كيفيش القيت لك باي تشوف لعب تونسي في بطول الطاوة قادر ينجح في أوروبا تفرلم بتاع النادي الإفريقي بتاع منتخب الواسط شاسمه يا ربي؟ حمدي العبيدي ولا شهاب العبيدي؟ شهاب يظهر لي هو اللي اللي لحاله كورة فاروق بن مصطفى في الدربية إذا دا يظهر لي حمدي العبيدي ذاك هاذك عنده بوتنسيال نتصور كبير برشا شكونا قرب لاي عبليك؟ لاي عبلي قريب لك؟ في القدم ولا في جدد؟ برشا برشا قريب لي قريب لي قريب لي سامير السليمي فم قايس ليعقوبي مجدي التراوي التوا ما نكذبش عليك أنا بعدت عندي عندي مدة بالبولي عندي برشا ما ريتوش ما معناه من الأصدقاء اللي نحبهم برشا يوسف زاد كل ما نتقابل ومعناه عنها علاقة طيبة ما لا هني خطت لك ثرية جواريت السابقين بتاع نادي الإفريقي قرب مني برش أبو بكر الزيتوني من الساحبي برش أفضل مجالة بتونسي اليوم؟ 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 في تونس يدرب في تونس توا ان جنرال تونسي تونسي وكهو إذا كان على على المجموعة الألقاب واحد فوز البنزارتي وتوا في نظري هنا الثنائي معين ومجدي تراوي ماتش ما تنسيه شي قوت في بيلك تونس مصر سبعة وتسعين تعلم تر بونتو علق تاري بونتو ويسام يحيا كونتر زمالك في مصر متاع أبو غالبية المباراة الشهيرة تجديدا من بعيد أقوى جمهور في تونس أقوى جمهور في تونس أنا في نظري أنا جماهير العاصمة يعني الترجي والإفريقي واحد منهم زوز زوز ترجي والإفريقي فميش واحد منهم خاطر يكملوا بعادهم ريت هالترجي، جمهور الترجي، ما غير جمهور الإفريقي ما أو os جمهور الترجي وجمهور المفريقي ما غير جمهور الترجي فOOMت الفكرة.. بالتلي مش فتعملي مشكلة في سوسا وسفيقص أقوى چلين الحاجة فيك ما تعجبكش؟ الحاجة في متسرع متسرع في حاجات سرعت بعض الإجابات اليوم لا 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 تسرع مدروس بالعكس حاسيتي كريكز اي تسرع مدروس حاليا كريستيانو أحسن مدرب في العالم مزاليون شد كارل وانشيلوتي كانت هذه لوكويس ربريك الثانية في الحصنة بتاعنا بادية ليكيبتيب ليكيبتيب مش تخطى لنا التشكيلة التاريخية اللي كرة تنسي صعيبة برشة هاتي اي اولي حذرت عليهم انا على اقل اي بيانسي اللي لقدم مش عناه ما خلطناش عليهم مش عناه فيهم به اه شكري ابو بكر واحد منهم معك شكري ابو بكر انا اخذر لي ابو بكر ساحبي برشة ونحبه برشة وقربت له برشة واكتشفت فيه ابو بكر الانسان اكتر منه ابو بكر الكوارجي وانا كنت معناه نحبه حتى كي كنت نتفرج فيه وانا صغير وشكري من نجمش منحطوش خطر احذرت عليه وشكري شكري مونديال 98 شكري كيس افريقي 96 بيه ماتش بماتش ماتش بماتش هاني قوتلك نعمله كيما عمله وقته مع اسليم بن عثمين وش اسمه اه بيه جوكير اعتيني في القول علي مين علي مين حاتم ترابلسي علي سار في اللاكس في اللاكس معناه نحط زوز ولا ثلاثة زوز نحط في اللي انا شفتهم خالد بدراء وخالد بن يحيان زوز خالد خالد فلوسط نحط سامير السليمي ونحط بجنبه اه شكون يا ربي نحط بجنبه سامير تاو بشلو اللي نخدم مخي خاتر فاهمة كنتي وين تحب تمشي ما عندي وين ترشي لا لا سامير ها لا لا سامير سامير تفرش فيه وانا صغير سامير ونبعد ولا ساحبي ما كنت مابور بسامير الملاعبي نحط بجنبه اه رياض البعزيزي ونحط قدامهم زوبير والعيادي مازلو زوز القدام زوز القدام تاو حتيت من دار السليمي واحد ما نجمش نزيد واحد اخر نحط فوزي ونزيدهم شكونا تاكو يا ربي شكونا شكونا لا والله لا 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 شو ما نحطش فوزي في اللي تفرشت فيهم بنا لا مستحيل فوزي عنده بلاسة ممكن في اللي ترنيل زي دا ما ينجم يكون موجود شكونا الاخريني ترا ذكرني مهاجمين 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 لا ولا نزيد واحد في الوسط اسكندر سويح ونلعب وبتاكو واحد دو زاتاكو معنا اسكندر يولي ورا فوز بايا اسكندر وعيادي هاي وحطيت وراهم البعزيزي وسامير كانت هذي ليكيبتي ليكيبتي اخر ربريكة معنا تلعب لعب اخوة لدي في لدي في لدي في مرسي يا إسلام على الفرصة ديّة، وفرحان برشة ليش بديّة عريضة. مجموعة من الأسئلة في الثقافة الرياضي، بيني أنا ويّك. أوكا بش نختبركم الاثنين، زوز قامات يظهر اللي كبيرة. أنا هو قام، أنا مسك ما يشغب. في الأعلام، دونك نحاولو نختبركم مكوية. خمسة أسئلة، خمسة أسئلة وبعض كان هو عنده التزاميات خاطر. لو كان ساعادو لنفصلوها. أوكي في ساع في ساعات، دونك شنبداو بالأسئلة سهلة شوية يعني الناج منقولو. شكون أول فريق أحرز كاس العالم في أول نسخة يعني. أحضر قوي. أه، قوي قوي. بل نمشي، لو كانت نمشي بالأسرع ولا كيفيش. باي، باي، واحد بلاش ليكنت. باي، واحد بلاش ليكنت. طوّنس ليكنت يسليم معنا. بايشي بعد أنسيو كاكا؟ باي، باي عقد لا. كاكا ده مجيني سوئي لأسرع. من كان الاسرع؟ داي، من كان الاسرع ميسيلش. بايش، شنية أول دولة عربية شاركت في كاس العالم. مصر، أربعة وثلاثين. صحيح. بايش كون كان أكبر شكون أكبر لاعب شارك في تاريخ كاس العالم. دا، يا عال. الحظري، اي سام الحظري. آي، الـ الثوينة وربعين، ولا ثلاثة وربعين؟ لعمر بالضبط، لا. موسيقى الثينة واربعين شوية مات. عندك فرصة يا سليا. واحدة واربعين. لا. خمسة واربعين سنة. اكتسحتني. كاس العالم الفين وثمونتاش روسيا. روسيا. اكتسية حاول. باي. شكل هدف تاريخي للدوري التونسي. للدوري التونسي. اي. الدوري التونسي ككل يعني. شكرون. جديدي. اه شاس متلمسيني يا عبد المجيد. لا. مالاشكون يا ربي سن. باي سهللنا مناجا معي. عليش قوت لك هاتين لنا. ثلاثة واحد. بمية و ستاشنا هدف خلي العبادة. التعريف مية و ستاشنا. مية و سبعتاش. وبعده شاقرونة بمية و ستاشنا هدف. اي اذاك عليش نذكر شاقرون خاطر كان هدف المنتخب جديد في روح من الوقات. اي صحيح. الفرق مبيدات بونت و بركة يعني. مش بركة. اي بونت و شرف. الهدف تاريخي الدوري التونسي في موسم واحد. اه عبد المجيد تلمسيني. ثلاثين و ثلاثين و ثلاثين و ثلاثين. اوها ما شالله ما كوارش معي. اه م . كاملو الزوز اسألاتك ترى. كاملو كاملو. اه م الشكون اكثر فريق. عشبتك زاليا انا في بليا عملك متاع. بشكون اكثر فريق اه انها. حاب منكملوها للخمسة هك. شكون اكثر فريق. انها موسم اه البطولة البطل. بدون هزيمة. هذا يجي. اي المواسم ترا. اه ملو اسطين. في التسعينات يظهر لي مرة. عنا موسم 41-42. في التسعينات نذكر خمم مرة. اما جواب فينا قبلك ربا. هي مسائلش يا خوي مسائلش. اما انا ربحت هذي. اما زل واحد انا ربع انا قبلك. مسائلش عطيه. اه اذا دية من عندي. اه انا قبلك. اه ارابعة اثنين. خلوناه. نرجع للفئر اه نرجع للفئر. نرجع للفئر. المواسم اللي ربحوا فيها يعني يتبحثها ترجي. هي 41-42. اه و 98-99. اه انذكر تسعين اتوا. هذوما ثلاثة معواسم. ربح فيهم ترجي يعني يدون هزيم. اه لعب اكثر تاتويجن بلقب بطولة في تونس. اه شميب. اه طلق ذيب. صحيح. لاك. 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 خلا. نبيل معلول. هما زوز لعبين من نفس الفريق. خلنساهل لكم شوية. نبيل. معاز مشريفية وضعيه. ليه. لا. ليه. شاسمه؟ خالد بن يحيا. خالد بن يحيا. وشاسمه الاخر اللي معاه اه. طارق؟ طارق ثابت. طارق ثابت فولا. تسعة ألقاب. ايه هو جوى كل حبة كانت تتبهيق. نصف. واضح عليq. 4 نصف قديش يصدّتها. اخوة اكتسيح حاصل. احزيت ما عزوز كهو. بيه بيه عالاخر يعني. هكو ما تخلوش انترنسيونال. انترنسيونال و لوكالة و كحالة لوكالة. احسالة فيهم لقدم يعني وفيهم حاجات. ريت عليش ميزة الكراسة نجرع نرجع. فهم حاجات من اللي من سينهم. توكي ما مجد تلمسيني. تلمسيني بو زياد اللي نحييوه زيدا كيف كيف. كنت نكتب لينوت الاستاتيستيك هستوريك متاع الشامبيونات معني. بشواريك واحد كان مغروم يوال يعمل حاجات روما. كان تذي شكرا لك يا محمد. بالتوفيق يا اخي في مسير. كان تذي لو ديفي. لو ديفي. اه كنكمل معاك لحاسة بدي عشان تكونها خفيفة. ونعتذر لسامير سليم اللي عندك مع بعض. بيسيلش شكرا سليمي انا فرحان برشا بالرسمي اللي كنت تذيف عليك. الكنسيبت خفيف معني ما حسيتش. موراوحة بيننا. اكثر من ساعة تقريبا تعدات. موتي نعرفك تاو تحب تركز اكثر على البطولة الوطنية تاو المباريات اللي قاعدين. اللي قاعدين يتلعبوا. وهذا هي مبارات اخرى يضريفان مباريات تنتهي. الاسبرون صرر بحط ثنين بليش. المتلاوي بن جردين. تعالوا سلبي لون هداف. الاسبرون صرر بحط بطبيعة. شكرا بحط رجل اليوم سيتان. رجل سليمين. واحد بلايش لكل يو فربو عصير على دعب مع جياسكا. هدف خير القصر. تاوكا عاونتك عطيت كباس بش عطيت لي رجل تاو. باترون. باي مازانا مواصلين في زون ميكس تحاطر الخامسة كمقال بدي ابعت شوين حلو نففت البطول الوطنية. موزيكا ثم ناجعين.